حيو الهجل مغمراتي يا حيو اذا على بركة الله وتوفيق مشاهدين متابعي الكرام نسير بشوت الختام الذي اعلنت انطلقته منذ غليل كل شكر وتغدير للجان المنظمة لأحد الميدان الذي تغدم كاليديد وما في دعون يعود بالتهاني والنمو استابعنا الرعب الذي سجل الابداع الكبير الذي رافقنا منذ بداية الشوت حتى خدت النهاية بدون يوامر تذكر شكرا لعبد الله بن رحمة بن عود الرمذ شكرا لمتابع هذا الشعار بعناية جميلة ومتميز الشوت الختام الذي اعلنت انطلقته حامل بطيات عنوان الزمول المهجنات الاسائل نسير برحلة الشوت ودعوني ابحري للانطلاق الاول هناك حامل رغم واحد على معقد ناخذ على الانطلاق الاول الاشعار متميز الغاية ولكن التعرف علينا عمح من رغم واحد بالانطلاق الاول هناك طوع الذي غاد الصدار المتابع خليفة بن ثاني الرميث يتولى الصدار المركز الثاني اشعار واضح والمتميز نحو هذه الاصالة الجميلة يحمل رغم اربع ما شاء الله وصلك حيلان الذي غادم على الانطلاق الثاني لسعادة محمد بن عتيز الرميثي والمركز الثالث سير مباشرة مع ناصي وصلا مروان بفرج بن علي بن حمود الظاهري على المستوى الثالث ومن المركز الرابع راغب ان هناك اطويق الذي غادم بالمتابعة فهد بالرداد الاعتيب على المستوى الرابع والمركز الخامس وصل اشعار هناك الرعبي اشعار الرعبي الذي تابعناه قبل وغليل يا السلام يا ابو احمد من يرافق الشهم بالمتابعة عبد الله بن احمد والعود الرميثي على المستوى الخامس والمركز السادس بسير مع حامل رغم ثمانية هناك المحيط الذي غادم محمد بن عبد الله بن راشد اكتبي هذا الشعار اشعار ابو عبد الله تابعنا بفية الثناية وحمل الانجاز متميز عن طريق الجعدان نتمنى التوفيق له نتمنى لكل عشاق الاصالة هذا الابجاع الكبير رحلتنا الى هل ترى الى وين العودة الى سكان البداية نعود الى صدارة راغب لصدارة الانطلاق الاول هناك على الانطلاق الاول ناخذ طلوع الذي غاد الصدارة مبكرا يسيطر بفارق راس هذا الشعار الذي يقدم الكثير من المتابعة خليفة بالثاني بالخليفة الرميث يقدم عرض يشكر عليه بالمتابعة اما المركز الثاني يا سلام عليك اللي بغيادة سعادة محمد بن عتيج وصل عن طريقك حيلان على المستوى الثاني والمركز الثالث وصل الاشعار الاقتصادي غادم بكل قوة ناصي يا ناصي سلالة غنية عن التعريف عندما تبعنا هذا الشعار الذي قدم الكثير من الابداع المتميز شكرا يا حمد التبعي من يرافق عملية التضمير لسعادة اللي فرج بن مروان بن علي على المستوى الثاني حتى ذي لحظات ارصدنا المركز الرابع وصل طويق وصل هناك أبو رداد غادم فهد بالرداد أهل عتيبي غادم بكل غوة ومن القانب الثاني الشهم الذي رافع رأيته تهديد بالجدارة يا هل ترى الضيف النقطة الثانية إذن نتمنى توفيق أبو أحمد عبد الله بن أحمد بالعودة الرميذية المركز الخامس هناك أو السادس نعم وصلنا إلى مركزنا السادس وصل النطيف الذي غادم المرافق مبارك من سهيل اليابوني الظهري يا سلام عندما تابعنا هذا الشعار الذي حصل على الكاس الذي حصل على الإنجازات السابقة نتمنى توفيق يا أبو سهيل لمشاركة هذا الشعار أي طيارة اليابوني الذي تطير من موقع على موقع برفقة هناك أبو سعيد شكرا يا راشد يا الزرعي يرافق هذا الشعار بعناية التضمير والتدريب أكتفين بالست لوين عد ومتابع وتقديم ولكن راح هناك على البداية راح أبو فرج على الصدارة ينطلق مع ناصي السلالة الغنية عن التعريف أنفرد بفارغ متميز ليس عداء لفرغ مروان بن فرج بن علي بن حمودة الظهري على الانطلاق الأول ولكن راغ بنا المركز الثاني يا سلام يا أبو ثاني غادا بكل قوة أنطلق هناك خليفة من ثاني من خليفة الرميذي يتولى طلوع الذي غادم أو طلوع الذي نعم على المستوى الثاني غادم بكل قوة وصلنا عند الشهم وصل عينه إلى النقطة الثانية النقطة الثانية يا أبو أحمد سلام عليك يراغب هذا الشعار المتميز عبد الله بن أحمد والعود الرميذي ممثل هذا الميدان الجايم المرحب بهذا الشعار المتميز أما المركز الرابع راغب اليطويق الذي غادم يا سلام عليك فهد بالرداد الاعتيبي يتنطلق من موقع على موقع بغعناية متميزة المركز الثاني ترصدنا عندك يا اليابوني الضاري وصل أبو سهيل المشاركة أمبارك من سهيل اليابوني الضاري ينطلق من المركز الخامس والمركز السادس أكحيل الذي غادم به من طلاق الجميلة المرافق لسعادة محمد بن عتيج بن جمع الرميذي يا سلام يا سلام شكرا يا راح الصفرة للمتابعة التضمير والتدريب هذه الأسماء المشاركة هذه الأسماء التي تزين مسار المتابعة ولكن رحلة الشوطوين عندك يا الظاهري عندك روح يا أبو فرج على الانطلاق الأول ينطلق مع السلالة متميزة ماركة جميلة سلالة ناصي سلالة غنية عن التعريف بغيادة مروان بن فرج بن علي بن حمود الظاهري دير بال يا أبو حمدون دير البال من يغود عنائة التضمير والتدريب المركز الثاني وصل هناك طلوع الذي غادم على المستوى الثاني خليفة بن ثاني بن خليفة الرميذي المركز الثالث الشام عبد الله بن أحمد بن عودة الرميذي المركز الرابع وصل هناك وصل اللي هو وصل طويق على المستوى الثاني الرابع فهد من ردادة العتيبي المركز الخامس وبدأ تطير طيارة اليابوني تطير من موغة على موغة من يرافق هناك يا الله أبو سيل من يرافق هناك هذا الشعار لطيف غادم بكل غوة أمبارك بن سيل اليابوني الظاهري على المستوى الخامس والمركز السادس عندك لسعادة محمد بن عتيج الرميذي هناك كحيلان الذي غادم على المستوى السادس بالمتابعة إذن بكتفي بهذا الغدر بصير مع الرحلة الأول رحلة الشوط رحلة التحدي يا سلام يا أبو ثاني غير موازين الشوط ولكن بالرداد لا رأينا أخر يا سلام عليك العتيبي يغير موازين التحرك على الانطلاق الأول بمتابعتناك حمد السندوانة للتضمير والتدريب شكرا أبو محمس للمشارقة شكرا للمتابعة يسلوم يا سلام أنفرد هذا الشعار أنتلق إلى البداية سيطر سيطر التامة من يتولى السدارة أفهيد بالرداد الاعتبي على الانطلاق الأول المركز الثاني وصل ناصي وصل مروان بن فرج بن علي بن عمودة الظهري والمركز الثالث أرصدنا بغيادة خليفة بثاني الرميذي والمركز الرابع الشهم وخلق شهم بغيادة عبد الله بن عمود بالعودة الرميذي ولكن بسير مع الكير المتنخير وين وين يا أبو محمس انطلق بعملية التضمير والتدريب ما صدرت عليه وامر ما صدرت عليه وامر أتويق أتويق الذي طوق ناموس بإنجازه الجميل والمتميز فهد بالرداد الاعتبي أسعد الله صباحك ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله خلق 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 مع البداية راغب للبداية شكرا يا بن السندوانة يا المري شكرا يا سندوانة من يتولى عملية التضمير والتدريب أسعد صباحا يا أبو محمد بهذا الإبداع الكبير مع شعوة الختام مع شعوة الختام أرصدنا بغيوت رسماء ناصي غادم بكل قوة لي فرجا لمروان بن فرج بن حمودة الظاهري والمركد الثالث من على بعد المتابعة ولكن بنسير بنسير مع أطويق الذي انفرد بفرج جميل ينسلم يا أبو محمد السلام لكم يا أهل السمحة السلام لكم يا أهل الفلاح انطلق بهذا الشعار لحظات الحزمة بهد بالرداد الاعتبي يتولى الانطلاق الأول وعملية التضمير تعود لحمد بن محمد السندوانة يا سلام عليك أسعد صباحا يا أبو محمد بهذا الانجاز تهانينة ونموز سلام لأهل السمحة السلام والتحية موصولة لفهد بالرداد الاعتبي والشكر لأبو محمد على هذا الانجاز المتميز كان من رافق عملية التضمير والتدريب شكرا للسندوانة الملك الثاني هناك علي أو مروان بن فرج بن علي بن حمود على المستوى الثاني والمركز الثالث تهانينة خليفة بن ثاني بن خليفة الرميث المركز الرابع بقيادة عبدالله بن أحمد بن عود الرميث والمركز الخامس أتعرف إلى مركزنا الخامس بالمتابعة يحمل رقم ثماني محمد بن عبدالله الاكتبي والمركز السادس إذن كان حامل رقم سبعة بقيادة مبارك بسهيلة اليابهوني الظاهري هكذا أيها حفل الكريم أيها المتابعون تهانينة ونموس لجميع الفايزين وحظة وفر للذي لم يحال في الحظ لحظات هذه اللحظات الحاسمة لكم من الشكر وتغذير شكرا للمصورة محمد الخضر أستودعكم الله وإلى لقائنا آخر إن شاء الله